مرحبا أعزائي متابعي قناة بلينبعين عربية شرح اليوم هو على الآيفون 16 وتحديدا عن كيف راح نعرف التطبيقات اللي تستخدم زر الكاميرا الجديد في الآيفون 16 قبل ما أبدأ أشرح لكم عن هذه التطبيقات وشون راح نعرفها طلب رجاء من كل شخص يدخل على هذا الفيديو وما مشترك الرجاء الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس فائدة هذه الميزة راح يخصص زر الكاميرا الجديد تدخل على التطبيق بدون حاجة تدخل على الآيفون وبعدها راح تروح على التطبيق فهنا مباشرة راح تدخل تاخذ صورة أو فيديو حسب ما أنت تحتاج راح ندخل من داخل إعدادات الآيفون أشرح لكم حتى نعرف أي تطبيقات ممكن نستخدمها ويا زر الكاميرا الجديد راح ندخل على الإعدادات من الإعدادات راح ننزل إلى الأسفل راح تلقي خيار الكاميرا وهنا راح تدخل على التحكم هنا راح ندخل على التحكم في الكاميرا راح يظهر عندي خيارات هنا معاينة نظيفة أنه فقط ضغطة خفيفة على زر الكاميرا لإجراء التعديلات سريعا وضغطتين راح تروح على أنصر التحكم أو لو حبيت أنه تشغل الكاميرا فعندك النقر مرة واحدة وراح تدخل على التطبيق والنقر مرتين تدخل على التطبيق فعندي هنا الشيء الجديد للإنستجرام أو السناب أو على الكاميرا أو المكبر أو ماسح الرموز فأنت اللي تحتاج أو لا شيء طبعا فأنا وجدت نظري لو كنت أنت تستعمل الإنستجرام مثل ما أنا أستعمل راح أتخلي على الإنستجرام لو كنت سناب تخلي على السناب لو ما حبيت تخلي على الكاميرا على الكاميرا فهذا الشيء اللي موجود حاليا أتمنى أن أفردتكم بهذه المعلومات طلب لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس تحياتي ومع ألف سلم والآن تجربة عملية راح ندخل على الإعدادات مثل ما تشاهدون أنا خليت نقر مرة واحدة وعلى إنستجرام والآن أنا هنا فقط أكبس على زر الكاميرا كبسة وحدة هذا شروق برلين بالآيفون 16 الآن أكبس على إكس أنا الآن داخل الإنستجرام شي جدا حلو ممتاز تحياتي لكم قبل ما أنهي الفيديو فقط حبيت أشير أنه هذا الفيديو راح يكون بصندوق الوصف كيف راح توقف الإضاءة المستمرة في الآيفون 15 و 16 ضروري كل واحد يملك هذولة الهواتف أنه يوقف هذه الإضاءة حتى لا يتأثر الآيفون والتو والبطارية ينزل مستوى تحياتي ترجمة نانسي قنقر